ونما أنت مش حاضر في زينك عدد المدارس في مصر ونقصها قدي إحنا عندنا عجزة قدي لا عندنا عجزة نتيجة اكتزاز الفصول عندنا عجزة يقترب من النصف تقريبا يعني إحنا محتاجين ضعف هذا العدد إذا كانت ذاكرتي لم تخونني محتاجين في المدارس الحكومية لكن مش الخاصة الخاصة إحنا محتاجين عدد أقل من الموجود ده لخلق التنافسية والتنافسية بتكونش فقط على المصرفات على جودة التعليم كمان أنا لما أكون النهاردة أنا عندي ويتينج لست وعندي قائمة انتظار حتى لو جودة التعليم بتاعتي نزلت شوية ده أنا عندي قائمة انتظار تكفيني 3-4 سنين قدام لا التنافسية مهمة الصحة بقى الصحة مشكلتها أكبر ولازم أكون برضو صادق مع المواطنين دي مش هتاخد 3 سنين لأن فيها جزء كبير جدا جدا نحن شكرنا باش مهندس هنقض معك كتير على ما دوني تتحسن خمسة سنوات من تحتك انت بتاخد منظومة انت عايز تصلح إصلاح حقيقي ولا عايز تعمل مكياج ده اختيار المصريين هو انت عايز بتبني من الصفر ما فيه حاجات معمولة مش من الصفر يا فاند مع الفكرة الحكومات السابقة عملت شغل كويس جدا لكن عاوز أبني عايز أبني اللي أنا بحلم به واللي أنا شفته واللي تحقق في دول تانية حققت طفرة وحققت الفارق على فكرة البرازيل كان فيه حاجة يسمعها الفافيلاز كانوا بيسكنوا في عيش الصفيح وكانوا بياخدوا دعم يعني بيستهلكوا من الدولة دعم عندما اتعمل برنامج تعليمي جيد أصبحوا الآن دافعي ضرائب بيعملوا ودافعي ضرائب ولولا دا سيلفا لما شفته في 2001 أو 2002 قال لي أنا مش هكون موجود 2002 قال لي أنا مش هكون موجود في الحكم عشان أجني ثمار اللي أنا بعمله في التعليم اللي هيجي بعدي هو اللي هيجني ثماره قابلته بعد كده في 2010 وهو يترك الحكم قال لي فاكر لما قلتلك إن أنا مش هجني ثمار البرنامج التعليم قال لي